السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنفرز مع بعض حاجات مهمة جدا هتوفر علينا كتير من وقفة المطبخ والتعب الكتير اللي بنتعب في شهر رمضان وطبعا شهر رمضان هو شهر عبادة فلازم نتفرغ فيه للعبادة علشان كده بنعمل التفرزات دي مع بعض والترتيبات دي قبل رمضان بفترة نوفر وقتنا في رمضان على قد ما نقدر ونتفرغ للعبادة وكمان رمضان السنة دي هيكون فيه دراسة ودروس وامتحانات فلازم نكون فاضين على قد ما نقدر علشان كده هنحضر مع بعض حاجات اساسية ومهمة وضرورية جدا هتسهل علينا كتير في الطبخ بتاعنا في رمضان وهتساعدنا كتير جدا ان احنا نخلص الاكل بسرعة ولو انتوا اول مرة بتشوفوني انا مروة سامي ودي قناتي طبخ العالم حطوا لايك للفيديو علشان اكيد هتستفادوا من الفيديو ولكن اشتراكك هو قرارك تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر لاني هقول فيه معلومات كتير مهمة جدا وهتساعدكو جدا في المطبخ وتسهل عليكو امور كتير جدا هنبدأ بقى بسم الله عندي هنا كمية من الخضار انا جبت كده كمية من الجزر وجبت اه طماطم الطماطم دي كده جمدة ومسكة نفسها وفي نفس الوقت حمرة وحلوة جدا سعرها حلوة اول يومين دول استغلوا بقى ان الطماطم رخصت شوية ويفرزوها من دلوقتي وجبت كمان اي اربع عنواع كده من الفلفل المختلفة هنشوف هنعمل فيهم ايه وكمان هنعمل مخللات وحاجات كتير جدا في الفيديو ده ركزوا بس معايا كده في كل خطوة بقولها ما تفوتوش ولا دقيقة من الفيديو ان شاء الله هتستفادوا جدا من الفيديو ده اول حاجة هبتدي بيها هي تحضير صلصة الطماطم هنخزن الطماطم بتاعتنا ازاي وهنحضرها كسلصة ازاي انا بجيب الطماطم بخسلها كويس جدا كل الخضار اللي موجود قدامك ده بخسل كويس جدا تحت الميا الجرية وفي سبونشا كده انا بستخدمها للخضروات بتكون يعني جديدة بقى ناطف بها الخضروات بتاعتي وبعدين بخليها بقى بعد كده للمواعين هاخد بقى الطماطم ولازم تكون جودته الخضار اللي انا جايبها تكون جودته كويسة جدا لان احنا هنفرزه هيعود معنا وقت طويل فلازم تكون جودته كويسة جدا يعني نقو طماطم تكون مسكة نفسها وما تكون تشلمت في عصا ولا فيها حاجة بايزة وتكون سليمة زي ما انتو شايفين معايا كده بعد بقى ما غسلت خلاص الخضار كله نشفته اخدت طماطم وشلت الجزء اللي هو غير مستحب من فوق وابتديت ان انا اقطحها نصين ويحطتها على النار من غير اي اضافات خالص ولا مية ولا اي مواد خالص ويسبتها على النار لمدة حوالي كده نص ساعة لما لقيتها كده بتغلي معايا وقطيت عليها بقى النار وسبتها ربع ساعة تانية لحد ما الطماطم بتاعتي اتهرت معايا واتخلصت من كمية كبيرة جدا من المية اللي فيها اتبخرت طبعا وبعدين سبتها بقى كده تبرد وجبت الخلاط وابتديت ان انا اخد الطماطم زي ما هي كده باشرها وبالبزر بتاعها بكل حاجة وابتديت ان انا اضربها في الخلاط كويس جدا انا مش هصفي الطماطم المرادي لو انتو حابين ان انتو تصفوا الطماطم بتاعتكم مفيش مشكلة خالص بعد ما تضربوها في الخلاط عدوها كده على مصفة وصفوها لكن انا بصراحة مش هصفيها بعد بقى ما ضربت كل كمية الطماطم اللي كانت عندي انا كنت جايبة خمستاشر كيلو من الطماطم اسمتهم طبعا على الحلتين لان كان حجمهم كبير وعلشان كمان اقدر ان انا اتحكم فيهم بعد بقى ما ضربتها في الخلاط وحطتها في الحلة هنضيف عليها المواد الحفزة ايه هي المواد الحفزة الطبيعية اللي هنستخدمها لحفز الطماطم حطيت في كل حلة من دول خمس معالق كبار من السكر وكمان ضفت عليهم خمس معالق كبار من الملح الخشن يفضل ان احنا نستخدم الملح الخشن في حفز الخضروات والمخللات والحاجات دي لانه بيطول من عمر الطماطم بتاعتنا او الخضار او المخللات اللي احنا بنستخدم فيها الملح الخشن ده بعد بقى ما ضفت الملح والسكر جبت كده نص كباية من الزيت هنضيف ربع كباية في الحلة دي وربع كباية في الحلة التانية وهنبتدي كده ندوب كده السكر والملح طبعا حاجة بسيطة كده لان احنا هناخد الحلتين دول وهنرفعهم على النار مرة كمان هنسيبهم حوالي كده تلت ساعة لحد ما تجسف كده البخار اللي فيهم او تخرج اكبر كمية من المية وتبقى الطماطم بتاعتي مركزة زي ما انتوا شايفين معايا كده وبكده نكون حضرنا اول حاجة واكتر حاجة بتاخد مننا وقت وهي صلصة الطماطم علشان كده انا ابتديت بيها اول حاجة طبعا المقاطع بتكون طويلة بس انا بحاول ان انا اجمعها لكم علشان خاطر ان انتوا تعرفوا الوصف على بعضها بصوا بقى هنا الطماطم بتاعتي بعد ما تسبكت كده وبعد مرور حوالي تلت ساعة ونص ساعة لخمس دقايق وتبخرت وتكسفت بالشكل ده كده خلاص بقى انا سبتها تبرد لمدة حوالي كده ساعتين واول ما بردت تماما خلاص ما بقاش فيها اي سخنية هنعمل ايه هنجيب بقى الاكياس البلاستيك اللي احنا هنشيل فيها الطماطم في الفريز انا باخد كده كباية كمعيار ان انا كل كمية الطماطم اللي في الاكياس تكون قد بعضها باخد الكباية بقى على قد استخدامي يعني لو انتوا بتستخدموا كمية اقل من كده قللوها شوية ولو انتوا بتستخدموا كمية اكبر من كده حطوها في حاجة تكون اكبر شوية وحطوا الكمية اللي انتم بتستخدمه انا عايرت بقى بالكباية دي زي ما قلتلكم كده وبعدين هيخد الكيس هخرجه بقى من الكباية وهنبتدي بقى نفرغ الهواء اللي موجود فيه وهنيم الكيس بتاعنا كده بحيث يكون مفروض علشان انا مش عاوزا ياخد معي مساحة كبيرة في الفريزر فهحاول ان انا افرده كده على قد مقدر وطبعا الجزء الزيادة ده كده انا بقصه وبقطعه ومش برميه ممكن ان احنا نخلي الجزء ده ونحطه كفواصل كده لما نكون عاملين بيرجر او آآ كفتة مثلا نعمله كده كفواصل يعني احنا ما بنرميش اي حاجة خالص تمام؟ هعمل بقى كل كمية الطماطم بنفس الطريقة برضو هنعيرها كلها في الكباية وآآ هنحطها كده في الاكياس انا الاكياس عندي كانت خلصت فكان عندي كبيات كده بلاستيك صغيرة لها غطى فاستخدمتها كمان وحطيت فيها الطماطم بتاعتي وآآ جهزتها بسوا ما شاء الله الطماطم بتاعتي الكسافيتها عاملة ازاي الصلصة ما شاء الله طحفة لونها حلوة جدا وآآ تقيلة كده يعني ما شاء الله الكيس من ده يعمل معاكو طبخة او طبختين كمان لو انتو مش عاملين كمية كبيرة وهيديكو طعم حلوة جدا احلى بقى واوفر وانضف بكتير من صلصة الشركات اللي بنشتريها من برة دي موفرة ونضيفة ومضمونة بعد بقى ما خلصنا صلصة الطماطم هنبتدي بقى ندخل على مخلل اللمون المعصفر اللمون اللي هيقعد معاك من السنة للسنة هتخلي ليه بقى لرمضان وهيبقى طحفة جدا انا جبت هنا تلاتة كيلو ونص من اللمون وفتحته كده وهو ناي طبعا بعد ما غسلته برضو كويس جدا وفتحته كده وهو ناي بالسكينة ونزلته في مية سخنة بتغلي على النار لمدة حوالي كده خمس دقايق وبعدين شلته من المية وسبته يبرد تماما وطبعا المية انا ركنها على جنب مرامة هاش احنا هنحتاجها في التخليل وحضرت كده معاه حوالي نص كيلو كده من الفلفل الحراء ده الاخضر وكمان عندي هنا جزرتين كبار مبشورين وعندي هنا حوالي اتنين فلفل كده من اللي هو الاحمر الهاريسة ده او تلات فلفلات كبار كده انا فرمتهم كده في الكبة وما ضفت لهمش اي حاجة وحطتهم على جنب وطبعا بقى انا محضرة عصفر ومحضرة حبة البركة والملح الخشن اللي احنا هنخلل به اللمون وكمان مية اللمون اللي احنا سلقناها فيه عندي هنا بقى اختيارين اما ان احنا نشيل الراس بتاعة الفلفل اللي فوق دي خالص بس كده هيطلع الفلفل الحرقية اللي فيه كلها في اللمون الطريقة التانية بقى ان احنا هناخد الفلفلية كده ونسيب الراس بتاعتها فيها ونبتدي نعمل فيها فتحة سغننة كده ما توصلش للناحية التانية يعني يا دوب فتحة صغيرة كده وخلاص وكده نكون جهزنا الفلفل بتاعنا تعالوا بقى نعمل بينا الخلطة التحفة الجميلة جدا اللي هتخليك تاكل احلى لمون مع صفر كلتيه في حياتي هنجيب كده بولة كبيرة شوية وهنضيف فيها الجذر المبشور وهنحط عليه كده الفلفل اللي احنا ضربناه في الكبة وهنحط عليهم معلقة كبيرة كده من حبة البركة او حوالي كده معلقة والنص من حبة البركة وهنحط عليهم كمان كده حوالي خمس معالق كبار مليانين بشكل هرمي من العصفر هنشتري كده بعشر جنيه عصفر وهنحطه على الخلطة بتاعتنا دي المادة الحافظة بقى اللي هتديني مدة صلاحية طويلة لللمون وكمان هتخلي اللونه حلو جدا وهي الكركم هنحط النص معلقة كبيرة كده من الكركم مع الخلطة دي تمام؟ تمام طيب انا ليه ما ضفتش الكركم في المية اللي انا هضيفها على اللمون لاني اه لو ضفت الكركم على المية والمية كانت مثلا كميتها كبيرة شوية فمش هستخدمها كلها فكده هتروح علي الكركم اللي انا حطيته في المية علشان كده انا حطيته هنا في الخلطة ما حبيتش ان انا اضيفه في المية علشان اخد كل الفوايد اللي موجودة فيه تمام؟ تمام وكمان الكركم ده هيخلي اه مية اللمون لونها حلو جدا يعني هو مادة حافظة وكمان هيخلي اللمون لونه حل وطبعاً نيفة ويد كتير هناخد بقى كده الخلطة بتاعتنا دي وهنقلبها في بعضها كده أنا لسه ما ضيفتش الملح خلاص هي الخلطة بس كده من غير ملح واقول لكم هنضيف الملح ازاي هناخد كده اللمونة بتاعتنا ونفتحها من فوق كده بقدينا ونبتدي نحشيها كده بشوية من الخلطة اللي احنا عملناها وهندرس بقى كده اللمون في البرتمان وكل رائع كده هنحط ما بينه كامف الفلاية كده وهكذا المهم ان احنا نحط اللمون في البرتمان يكون مضغوطة على بعضه ما يكونش فيه فراغات هنجيب بقى حوالي كده لتر كده من مية اللمون طبعاً المية دي بردت تماماً وهنحط عليها مادة حفز تانية وهي معلقة كبيرة من السكر وهنضيف بقى لكل لتر من المية خمس معالق كبار من الملح الخشن انا هنحط لتر ونص من المية هنضيف عليهم سبع معالق ونص كبار من الملح الخشن اللي هو الملح الرشيدي مهم جداً في المخاللات اللي احنا بنعملها علشان تطلع بجودة عالية وتطلع مظبوطة وما تتهريش مننا ويطلع طعمها آآ مظبوط وملحها مظبوط وتفضل معانا مدة طويلة ان احنا نستخدم الملح الرشيدي او الملح الخشن في التخليل الملح الناعم بيهري آآ الخضار بتاعنا او بيهري المخلل بتاعنا وبيكون مش افضل حاجة لكن الملح الرشيدي بيحافظ على الخضار بتاعنا وعلى ارمشه تمام تمام هنضيف بقى كده المية بتاعتنا كده وطبعا الملح مش هيدوب بسهولة فاحنا هنضيفه كده وهو كده كده هيدوب مع آآ الوقت يعني ومع ان البرطمان احنا هنقلبه كل يوم والتاني فهو هيدوب ما تقلقوش خالص من الخطوة دي بعد بقى ما ضفت كده المية بالملح هنضيف بقى كده حوالي ربع كباية كده من الزيت على وش البرطمان الزيت هيدي لمع حلوة جدا لللمون المعصفر بتاعنا وكمان هيمنع دخول الهوى والبكتيريا وهيدي برضو تراوة كده لللمون وهيخليه حلو جدا مهم برضو ان احنا نستخدم زيت تكون ريحته كويس تقدروا تحطه زيت زتون ما فيش مشكلة خالص وبعدين بقى هنقفل البرطمان بتاعنا كويس جدا ونتأكد ان الغطى محكم نسيت اقول لكم ان البرطمان ده طبعا متعقم كويس جدا مخصول كويس جدا وبعد ما اتغسل انا شغلت الفرن وحطيت البرطمان فيه وسبته لما سخن تماما لمدة حوالي كده تلت ساعة وبعدين خرجته وبارت خالص وبعدين بقى بتريت ان انا احط فيه اللمون كل البرطمانات اللي انا استخدمتها للمخلات متعقمة ودي خطوة مهمة وضرورية جدا هنعمل بقى مخلل الجزر بصوا انا قطعت الجزر بالشكل ده وبرضو حطيته في البرطمان المتعقم وزنقته كويس جدا جنبه بعضه بحيث ان ما يكونش فيه فراغات وجبت كده لتر ونص من الميا المغلية ومتبردة وحطيت فيها معلقة كبيرة من السكر والسكر هنا مادة حفز اساسية ومهمة جدا في المخلل بتاعنا وبيحافظ على ارماشة المخلل وكمان حطيت سبع معلق ونص من الملح الرشيدي او الملح الخشب دي كل الاضافات اللي انا حطيتها على الجزر الجزر ده هيفضل معاك لحد شهر رمضان محتفظ بارماشته وبطعمه مش هيترى منك ومش هيبوز وهيفضل زي بالزبط الجزر اللي بنجيبه من عند آآ بتاع الترشي بنفس الجودة بالزبط بل بالعكس طبعا ده انضف وافضل بكتير بعد بقى كده ما حطيت المية على الجزر بصوا غطيت بقى الجزر كويس جدا بالمية وهنبتدي بقى ان احنا نغطي الجزر بتاعنا وخلاص على كده وبكده احنا نكون خلصنا مخلل الجزر تقدروا بقى تعملوا الارنبيت بنفس الطريقة من غير ما تسلقوا ولا اي حاجة بنفس طريقة الجزر دي بس اهم حاجة تكونوا غسلتوا كويس وتعملوا بنفس الطريقة وكمان الليفت تعملوا بنفس الطريقة الفرق ان انت هتحطوا معاه بنجرايا وخلاص هي دي اصرار المخللات بتاعت الترشي بيعملوا بنفس الطريقة ولما بييجي بقى يعبوا لكم في الاكياس بيعملوا كده دقة او مية كده بدقة برضو ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني وهقول لكم هو بيعملها ازاي بعد بقى ما حطينا كده البرطمانات مهم جدا ان احنا نقلب البرطمان اول يوم عملنا في المخلل نقلبه كده علشان نتأكد ان ما فيش اي بكتيريا موجودة في البرطمان وان البرطمان بتاعنا ما فيوش اي بكتيريا لها واقية خلاص خلاص عندي بقى هنا الجزر اللي طلع كده من آآ الجزر اللي احنا خللناه دوا كان في الاطراف بتاعته واجزاء كده مش مزبوطة انا قطعتهم كده لمكعبات صغيرة وبرضو حطتهم كده في كيس وهشيلهم في الفريزر من غير مسلوقه من غير ما اضيف عليه اي اضافات وهو ناي كده انا بقطعه قطع صغيرة وبحطه كده في الكيس بيفضل معي من السنة للسنة زي ما هو بنفس ارمشته وطعمه خلاص خلاص هنربط بقى الكيس كويس جدا اهم حاجة نفرغ الهواء اللي موجود في الكيس تعالوا بقى نعمل مع بعض هريسة الشطة زي هريسة المحلات بالزبط زي الهريسة اللي بنشتريها من السوبر ماركت بل بالعكس احلى وانضف واوفر بكتير عندي بقى الفلفل الاحمر الحرق ده انا هنا عندي حوالي كيلو ونص من الفلفل هنبتدي نشيل الجزء اللي فوق بتاع الراس ده ونحافظ ان احنا الفلفلية بتاعتنا ما تتقطعش من فوق علشان احنا هنسلق الفلفل ده وهنشوف هنسلقه زي دلوقتي بصوا بنشيل الجزء كده الاخضر من فوق كده الراس وبس كده طبعا الفلفل برضو مخصول ومتنشر هنعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة حل على النار وهنحط فيها حوالي كده اتنين لتر من المية والمية بتاعت دي هنخليها تغلي وبعدين هنضيف عليها ربع كباية من الخل لازم نضيف خل للمية علشان يهد شوية من الحرقية اللي موجودة في الفلفل تمام تمام هننزل بقى الفلفل بتاعنا كده وهنسيبه في المية دي بالزبط خمس دقايق مش اكتر من كده ما تخلوش الفلفل يقعد كتير في المية دي او ما تستقوهش كتير احنا بس عايزين ان الفلفل بتاعنا كده ياخد طعم السوى علشان لما نيجي نحضر الهاريسة بتاعتنا ما يكونش طعم الفلفل ناي فيها وفي نفس الوقت آآ يكون الفلفل تعقم كويس جدا ومدة صراحيته تكون طويلة خلاص بقى بعد ما مر عليها كده خمس دقايق في المية المغلية انا خرجت الفلفل وابتريت ان انا اخده هو سخن كده على طول على الخلاط واحط عليه ايه عندي هنا راس طوم كبيرة آآ انا فرمتها يعني في الكبة قبل ما اضيفها للخلاط هنضيفها على الفلفل ودي كباية من مية الفلفل اللي احنا سلقناها فيه اخدت كباية المية دي علشان اضيفها للفلفل وانا بضربه في الخلاط علشان يتحرك معي وما يكونش كده تقيل على الخلاط هضيف بقى كباية مية الفلفل دي كلها كده في الخلاط وهبتدي ان انا اضرب الفلفل بتاعي كويس جدا ونتأكد ان احنا نعمناه مهم جدا لما اضيفه التوم للفلفل ان انتو تكونوا آآ ضربينه الاول في الكبة او تدقوا كويس علشان خاطر يختلط بسهولة مع الفلفل وما يبقاش فيه كتل كده او حتة صغيرة في الخلاط من التوم هنضرب بقى كده كل كمية الفلفل في الخلاط زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنضيفه كده شوية بشوية لحد ما نخلص كل كمية الفلفل هنشوف بقى الاضافات المميزة اللي احنا هنحطها على هريسة الشطة اللي هتخليها بالزبط زي هريسة الشركات بل بالعكس احلى بكتير لو جربتوا تعملوا هريسة الشطة بالطريقة دي اوعدكم مش هتشتروها من برة تاني والطريقة دي هتكون اساسية عندكم هتعملوها من السنة للسنة بعد بقى ما ضربت كده كل كمية الفلفل تعالوا بقى نشوف ايه هي الاضافات اللي هتخلي الهريسة مميزة جدا طبعا كلنا بنستخدم الهريسة دي في آآ التتبيلات تتبيلة البتنجان المخلل تتبيلة السمك حاجات كتير جدا هنضيف ايه بقى عفل خلاط ضفت كده نص كباية من الخل وهنضيف على الكمية دي اتنين معلقة كبيرة كده من الملح الخشن او لو ما عندكوش ملح خشن تقدروا تضيفه ملح طعام ما فيش مشكلة خالص معلقة كبيرة كده من الكزبرة المطحونة وكمان نص معلقة من الكمون المطحون نص معلقة كبيرة من الكمون المطحون هي دي كل الاضافات اللي انا حطتها خل كزبرة وكمون والملح وطبعا احنا بقى كنا حاطين الفلفل والتوم والمية بتاعت الفلفل وهنضرب بقى كده كل الاضافات دي مع بعضها كويس جدا بصوا بقى الهريسة بتاعتي هتشموا بقى ريحة هريسة ريحتها طحفة حلوة جدا الهريسة دي تقدروا ان انتو تاخدوا منها كده نص معلقة تضيفوها على آآ مثلا لو عاملين آآ خضار آآ او عاملين مكارونا آآ آآ تتبيلت بقى السمك تتبيلات بقى الفراخ تقدروا بقى تضيفوها على آآ اي حاجة انتو بتضيفو لها الهريسة على تتبيلت مثلا المحشي او خلطة المحشي هتكون حلوة وهتخلي الاكل بتاعكو مميز جدا وهي سخنة بقى كده بعد ما ضربتها في الخلاط البرطمانات بتاعتي متعقمة وسخنة جدا لسه مخرجوها من الفرد بتاع البتوجاز طبعا عقمتها كويس جدا البرطمانات سخنة والهريسة كمان سخنة هنضيفها على طول كده على البرطمانات علشان نتأكد ان الهريسة بتاعتي مدة صلاحيتها هتكون طويلة جدا وهتقعد معاكم من السنة للسنة من غير مضبوص ولا اي حاجة حلوة جدا وموفرة واقتصادية بصوا بقى ما شاء الله الكمية كبيرة قوي انا الخلاط بتاعي ده ما شاء الله الساعة بتاعته اتنين لتر فدول ما شاء الله اتنين لتر من الهريسة يعني هيعودوا معاكم فترة طويلة جدا كده بقى انا عندي ازازة برضو كده كنت جايبة فيها قبل كده هريسة تشطة تقريبا فبردو اخدتها وغزلتها كويس وعقمتها وبردو ضفت لها برضو الهريسة كده بالقمع وبس خلاص كده بعد بقى ما ضفت الهريسة كده في البرتمانات وفي الازازة هنجيب كده حوالي ربع كباية بس من الزيت وهنضفها كده على وش الهريسة علشان نتأكد ان البرتمان بتاعنا مش هيدخله اي بكترية ولا اي هوا طبعا الزيت هنا هيستخدم كمدة حفظ للهريسة بتاعتنا ضفت كده على كل برتمان حوالي معلقة كبيرة كده لحد ما غطت وش الهريسة كويس جدا وخلاص الغطيان كمان بتاعت البرتمانات هي معدن فانا برضو عقمتها كويس جدا وهي سخنة على طول بقى كده اول ما نخلص الهريسة هنغطيها ونتأكد بقى كده ان الهريسة بتاعتنا ما شاء الله هتعيش معاكم من السنة للسنة زي ما قالتلكم زي ما هي محتفظة بتعمها وبلونها مش هتبوز معاكم بصوا بقى الهريسة ما شاء الله طحفة وحلوة جدا بجد يعني طريقة الهريسة دي هدية مني لكم لو جربتوها هتعجبكم جدا وعايزاكم كمان تكتبولي رأيكم في التعليقات وتقولولي رأيكم في وصفات النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان ناس كتير تستفاد من وصفاتنا النهاردة هنغطي بقى البرتمانات بتاعتنا وحنركنها على جنب وتعالوا نشوف بقى هنحضر ايه تاني او ايه هي التفرزات التانية اللي احنا هنحضرها بقى هنا الفلفل الرومي اللي انا ورده لكم في اول الفيديو اخدته وقطعته لقطع صغيرة كده بالشكل ده وبتريد ان انا احطه في الاطباق اللي هي الفوم دي اه احط الكمية بتاعتي على قد ايه الطبع تقدروا بقى ان انتوا تستخدموا الفلفل ده في ايه بدون اي اضافات خالص الفلفل ده يدوب مختول ومتنشف ومتقطع ما ضفتش عليه اي حاجة ولا ملح ولا سكر ولا زيت ولا سلقته ولا عملت في اي حاجة وهو ني كده هحطه في الاطباق وهنغلفه كويس جدا وهنحطه في الفريزر نقدر بقى نستخدمه في اه لو عاملين مثلا لحمة مفرومة نزود بيه كمية اللحمة المفرومة او لو كمان عاملين فراخ مفرومة برضو اه عصاج مثلا فراخ مفرومة برضو نقدر نستخدمه لو عاملين شاورمة اه عاملين مكارونا اه عاملين بقى اي حاجة حابين تضيفه فيها فلفل او كبدة مسلا اه بالفلفل والتوم برضو تقدروا تضيفه الفلفل ده يكون حلو جدا انا وزعت كل الكمية اللي عندي في الاطباق بالشكل ده كده وخلاص كده وكان عندي كده شوية من الفلفل الحامي برضو حطيتهم كده في الاطباق تمام تمام الفلفل بقى الحراء الرفيع انا عملت في ايه قطعته كده قطع صغيرة علشان هعمل بيه آآ مخلل الفلفل السريع او الهاليبينو اللي بنشتريه من السوبر ماركت بارقام فلاكية هنعمله مع بعض بمنتهى السهولة والبساطة بصو هناخد كده الفلفل بتاعنا بعد ما هو متقطع صغير كده وهنبتدي ان احنا نحطه في البرتمان برضو البرتمان ده متعقم وهنحط معاه فص واحد بس من التوم مش هننشق التوم ولا اي حاجة هنحطه سليم زي ما هو كده احنا عاوزين انكها بتاعت التوم ولكن عاوزين طعمه يكون خفيف قوي مع الفلفل هيدي طعمه مميز قوي للفلفل المخلل وفي نفس الوقت مش هيكون طعمه ظاهر قوي اللي هو يدايقنا يعني هيكون حلو جدا وهضيف كده بقى الفلفل في كل البرتمانات بدون اي اضافات في الاول تمام انا حاول بس ان احنا نحط الفلفل بتاعنا كده وندغطه بحيس ان البرتمان يكون مضغوط كده بالفلفل هنضيف بقى لكل برتمان من دول معلقة صغيرة من السكر السكر هنا هيحافظ على ارمشة الفلفل وهيتزبط طعمه وفي نفس الوقت هو مادة حافظة وهنضيف لكل برتمان معلقة كبيرة من الملح الرشيدي او الملح الخشن تمام تمام عايز اقولكو ان مخلل الفلفل ده سريع يعني تقدروا تاكلوه آآ بعد يومين بالزبط يعني انا عملته تالت يوم على طول احنا اكلناه وكان حلو قوي تمام تمام هنضيف ايه تاني بقى على الفلفل المخلل بتاعنا هنضيف كل برتمان بصوا شوية كده من الخل بحيس ان هما يوصلوا يكونوا ربع البرتمان دايما انتو شايفين معايا كده يعني هنضيف خل لحد ربع البرتمان بالزبط كل البرتمانات هنضيف فيها نفس الكمية بس كده خلاص هي دي كل الاضافات اللي هنضيفها للفلفل هتاكلوا احلى فلفل مخلل دقطوه في حياتكو جربوه وارجعوا تاني اكتبوا اللي رأيكو في التعليقات لان انا متأكدا انه هيعجبكو جدا عندي بقى هنا دي مية مغلية ومتبردة وهنبتدي نضيفها للفلفل دايما كل المخللات اللي انتو بتعملوها حاولوا ان المية بتاعتكو تكون مغلية وبردة قبل ما اضيفوها للمخللات علشان تضمنوا ان ما يكونش فيه اي بكتيريا وان المخلل بتاعكو ما يفسدش ويفضل معاكل اطول فترة ممكنة وخلاص بقى كده بعد ما ضيفنا المية هنغطيها بقى كده البرتمانات بتاعتنا وهنقلب البرتمان على راسه كده علشان خاطر ان يتأكد ان ما فيش فيه اي بكتيريا وانه يستوي تسوية مصبوطة وبكده نكون حضرنا مع بعض تفريزات مهمة واساسية في المطبخ لا غنى عنها هتوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا وكل نظام كده ونضافة وهنا بقى كنت بوريكم ان الصلصة انا حطيتها في اكواب كده بلاستيك لان الاكياس كانت خلصت برضو هنستخدمها بنفس الطريقة وهي مجمدة كده هنضفها على الوصفات بتاعبنا وهتدي للأكل بتاعنا طعمه مميز جدا وهنا بقى كنت بوريكم نخلل الجذر ونخلل اللمون المعصفر التحفة ده اللي هيقعد معاكم ما شاء الله من السنة للسنة وطعمه هيكون حلو هيكون عامل زي الزبدة اتمنى بقى ان الفيديو النهاردة ان شاء الله يكون عجبكم ما تنسوش بقى اخطوكم من اللايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وناس كتير تستفاد بتفريزات النهاردة كل سنة وانتو طيبين كنت معاكم مروة سامي من قناة طبخ العالم اشوفكم في وصفة جديدة باي باي